أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد في رحاب الجامعة إذن أخذ الاعتماد في الجزائر مكانة هامة ومميزة وأصبح معيانا من معايير الكفاءة والنزاهة في مختلف القطاعات نعم مشاهدين الكرام في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اليوم وفي الواجهة أصبح الاعتماد من الضروريات وعلى الجزائر أن تعتمد على مشاريع بحثية تقوم سياستها وإستراتيجيتها عبر مركز بحثية ومخابر كذلك بحثية وكذا إدماج البحث العلمي في النشاط الصناعي كقاطرة للتنمية الوطنية مشاهدين الكرام سنخوض في تفاصيل موضوع مهم جدا ويشكل الحدث في الساحة الجزائرية وهو الاعتماد المعايير الجودة مؤشيرات مهمة جدا تقف عليها الجزائر اليوم وعادلة كذلك سنقف عليها مشاهدين الكرام وهي مكانة ودور هرم الجودة في الجزائر وأهمية تطبيق معايير الجودة في قطاع البحث العلمي وأتشرف كثيرا لإطراء هذا النقاش بحضور نخبة من أساتذة وبحثين ومدراء يحضرون معيهاتها صباحة والبداية بالأستاذ جيلاني حاج جيلاني لمين المدير العام للشركة الفرعية أو شركة المراقبة والإلحام والخبرة الصناعية التابعة لمركز البحث العلمي للصناعات التكنولوجية بشرق سباح الخير سيدة سيدتي مشكورين على الضيافة وإن شاء الله تكون حصة فيها معلومات قيمة للسادة المشاهدين وهو كذلك إلى الجانب يحضر معنا البروفيسور هشام صوفيان سالواتشي وهو مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سباح الخير سيدة سباح الخير نشكركم على هذه الدعوة الكريمة ونتمنى أن تكون هذه الحصة ملفتة ومهمة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نرى بأنه موضوع جد مهم بالنسبة للبحث التطبيقي وبالنسبة لاقتصاد وهو كذلك على يساري أتشارك كثيرا بحضوره مع نهاته الصباح الأستاذ نوردين بوديسا وهو المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد أو بما تعرف بأل جيراك سباح الخير سيدة سباح نور شكرا على الدعوة نتمنى أن الحصة هذه داخلها في إطار سياسة على الجيراك تعمين مصطلح الاعتماد ونجعل كل الميادين مختلف الميادين في الجزائر تأخذ فكرة على الاعتماد وهمية الاعتماد في الاقتصاد الوطني وهو كذلك المشاهدين سنخوض في غمار الموضوع الذي سلفت ذكره آنثان البداية معكم أستاذ بوديسا نوردين المتداول أن اعتماد المختبرات اليوم هو اعتراف رسمي لأن يكون المختبر أنه كف لأن يمارس نشاط المراقبة والمعايير يعني ما يناهز الخمسة عشر من السنة من الوجود تراهنون دائما على نوعية والارتقاء بالمنتوج الجزائري كقراءة أولية للاعتماد اليوم في الجزائر أستاذ بوديسا تفضل شكرا لنعرف الهيئة الجزائر الاعتماد انشئت في ديسمبر 2005 وبدأت نشاط في سبتمبر 2006 واليوم عندها حصيل عمل نقدر نقول هما ونما غير كافية مكاسب حققت حققت مكاسب ونذكرها في ذلك عندنا مخبر معتمد اليوم في مختلف قطاعات عندنا ما يسمى الهيئات تطبيق المتبقة أيضا معتمدة من طرف الجراك عندنا شهادات التقييم المراقبة والتفتيش أيضا معتمدة من طرف الجراك وزيادة على هذا ما يجب أن نعرفه بالجراك منذ قريب سنة عنده لا حصل على الاعتراف الدولي وهو كذلك ومعناها أن الشهادة الاعتمادي تسلم للزبائن عندها صدى عالمي وقدرين بهذا يساهموا في الاقتصاد الوطني وفي المنافسة الصناعية في حد ذاتها في كل قطعات نتكلم عن الفلاحة نفس الشيء التجارة الصناعة اليوم البحث العلمي التطبيقي كل قطعات لأنه كان خصوصيات في الجانب الاعتماد كان هيئة واحدة في الجزائر في كل بلدان هيئة واحدة لتتكفل بالاعتماد إذن عليها أنها تغطي كل حاجات السقطحة الوطنية وهذا هو الدور تعنام في الاعتماد اليوم فيه مكسب فيه شيء جديد فيه تعميم فيه طلب من طرف المتعاملين الاقتصادين أنهم يرجعون للاعتماد إنما الاعتماد هو عنصر من عناصر الهرم الجودة في البلد وأكدتم من خلال الكثير من تصريحاتكم أن الاعتماد يساهم في تحسين وتنويع الانتاج الوطني بالدرجة الأولى وساد بوديسا كيف ترون أهميته اليوم على أرض الجزائر لازم تكون عندنا واحدة القاعدة نتفقوا عليها كلها اليوم بنا اقتصاد انتج منتوش بنفس لا يمكن أن يكون بدون اعتماد هذه قاعدة معمول بها في العالم مفهوم منها نفس الشيء راح نتبقوها المبدئيا في الجزائر الاعتماد يصبح عنصر ضروري والمرور ضروري عليه باش بمدى باش تعطي الدليل القاطع عندك مدى الكفاءة قادر على الكفاءة و تعمل على أحساس معايير دولية لأن الجراك اخذت المعايير دولية و تتبقها في الجزائر هذه المعايير ستساعد كلهم يصدر يصدر و ينتج منتوش جزائري حاجات السوق الجزائري و كان اللي عنده رغبة أنه ينتج منتوش ذات كفاءة و ذات نوعية و لازم له وسائل الاعتماد بساعده في هذه السياسة التنويع و الجودة وهو كذلك نقطة مهمة جدا وقف عليها نربية الصورة فقط مباشرة مع الأستاذ سلواتشي على غيران ما ذكره أن الاعتماد اليوم أصبح ضرورة حتمية الاعتماد اليوم من بين الأولويات التي تصبع الجزائر إلى تحقيقها وفق المتطلب الراهن في الواجهة أستاذ سلواتشي نرى المديرية العامة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجي تقف على هذا المجال أو على هذا القطاع الواعد ربما قبل أن نتكلم عن الاتفاقية المبرمة و الهيئة الجزائرية للاعتماد مؤخرا دعنا كقراءة كذلك للمديرية العامة من خلال جملة المخابر من خلال جملة الإمكانيات التي تحويها أو تتوفر عليها لنتكلم بعدها عن الاتفاقية تفضل أستاذ سلواتشي شكرا أن نحب أن ننطلق من النقطة التي أشار إليها سيد بوديسا فيما يخص الكفاءة يعني إحنا كمؤسسة مؤسسة الدولة يعني مدير المديرية العامة للبحث العلمي والطوير التكنولوجي مديرية استراتيجية وفاعلة ورائدة في الجزائر سلواتشي الاستراتيجية نريد بناءها من خلال هذه العملية التي هي عملية لإعتماد نظرا لتواجد في القطاع أو هذا القطاع يصخر بالكفاءة اللازمة والتي بإمكانها أن تساند وتنجح هذه العملية لذا فقد أشار سيد بوديسا إلى عنصر ما هو مهم وهو الكفاءة والدليل هو تواجد الكفاءة من حيث الموارد البشرية المتواجدة في هذا القطاع تعلمين سيدتي بي أن هناك 36 ألف أستاذ باحث متوجد على مستوى المخابر كما هناك 2700 باحث دائم على مستوى مراكز البحث أنا هيك على العدد المتواجد عدد مرتبر من حيث طلبات الدكتوراه الذين يقومون بتحضير أطروحات الدكتوراه في عدة مجلات فمن خلال هذا كانت النظرة تذهب نحو التمكين الاستراتيجي لهذه العملية لماذا؟ لأن من جهة لدينا الكفاءة البشرية التي بإمكانها أن تتكون وبإمكانها أن تساند هذه العملية ليس فقط على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وحتى من أجل استغلالها على مستوى كل القطاعات الاستراتيجية الأخرى الاقتصادية خاصة منها كما يتوفر القطاع على الهيكل اللازمة من أجل القيام بذلك أذكر عدد مراكز البحث الذي هو في عدد 30 مركز بحث ناهيك على الوحدات البحث التي تمتلكها والفروع يعني المؤسسات الفرعية هناك بعض مراكز بحث لديها مؤسسات فرعية كما يوجد هناك 1472 مخبر بحث ومن خلال هذه المخابر البحثية يعني في مخطط إنجاز المديرية العامة للبحث العلمي والطوير التكنولوجي ارتأينا أن نقوم بخطة تهدف إلى النوعية والجودة أولاً والمتمثلة في انتقاء من هذه المخابر أحسن المخابر والتي تسمى بمخابر الامتياز كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك هذا الانتقاء على عدة أبعاد أولاً البعد الكفاءة البحثية يعني من حيث عدد الكفاءة المتواجدة في هذه المخابر دعم كيانات البحث أو سيد سلواتشي؟ لا يعني نروحه بالعقل تفهمي الصورة أكثر هناك مخابر هذه المخابر كانت مخابر جامعات يعني موزعة لكل جامعات مؤسسات الجامعية مؤسسات التعليم العالي في هذه المخابر سيتم انتقاء مخابر امتياز انتقاء مخابر امتياز هذا هو مخطط إنجاز يعني بلوند اكسيون التي انتدبته مديرية العمل البحث العلمي وطوير التكنولوجي هذه السنة من أجل انتقائها يتم الانتقاء على عدة أبعاد عدة معايير البعد الأول هو البعد الكفاءة البحثية يعني قدرة الباحثي المتواجدون على مستوى هذه المخابر في نشر على المستوى الدولي والعالمي يعني في أبرز المجلات البحثية ثانياً بالنسبة للتعداد يعني كفاءة العلمية التي يحوزها هؤلاء الباحثون ثالثاً مدى تأثير نشاط هذا البحث على القطاع الاقتصادي الاجتماعي والاقتصادي فبالتالي سيتم انتقاء مخابر بحثية هذه المخابر البحثية التي تسمى بمخابر الامتياز والتي الآن يقننها قانون يعني هناك مرسوم تنفيذي ظهر في شهر أوت يعني في الجريدة الرسمية يعطي يعني طريقة تسيير ومهام هذه المخابر وكيفية التعامل معها هذه يعني رهيثة معنية بعملية الاعتماد شكراً يعني معلومات ثارية معلومات قيمة ودائماً ونحن في الحديث عن الاعتماد أبعاد وأهدافه اليوم مشاهدنا في الجزائر تحضر أو يحضر معنا نموذج حي كاعتماد لأول مخبر على مستوى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية مشاهدنا الكرام نعم المتواجد بالشراجة أستاذ جيلاني نعم ربما نتكلم دائماً نقول أن مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية نشير فقط مشاهدنا أنه من بين أبرز المراكز الاستراتيجية الفاعلة كما سلفت الذكر في الابتكار الصناعي اليوم في الجزائر دعنا نتحدث عن تجربتكم فيما يخص نقطة الاعتماد على مستوى المركز بالدرجة الأولى أستاذ جيلاني يعيشك أولاً قبل كل شيء أقول على المركز البحث العلمي للتكنولوجيات الصناعية أنه أستساء أنه أستساء في ألفين منذ حوالي ثلاثين سنة من مخبر إلى وحدة إلى مركز الحام والمراقبة ثم إلى مركز التكنولوجيات الصناعية في في ألفين وحداش قبل ألفين وحداش قبل ألفين وحداش نتخلنا في البروستيس بمرافقة 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 كأول تجربة كانت هذا هذا تدخل هذا ممكن تحدث باللغة الفرنسية سجيلة كانت زبائن من صناتراك وصنا الغاز كنا نعمل في إطار التفتيش في القنوات قنوات الغاز والبترول هذا كانت تفتيش بمرافقة الجودة والجودة فيما يخص الخدمات فيما يخص المخابر كانت مخبرين ومخبر في عنابة تابع لوحدة الويراز ووحدة الصناعة والمعادن السيدولوجي وميتاليولوجي هذا احتملتنا بمرافقة أيضا الجراء والجودة يعمل في المركب الحجار كانت نظام لنصنجة بمرافقة الاناليسة ومعادنين يكونون لأن هناك مطابقة فعلية مع الويراز الويراز يكون يؤمن او الويراز المترجم في 2016 بدنا مع مركز مع المخبر القياسيات لشرقة هذا كان مختص في مراقبة أجهزة مراقبة أجهزة التفتيش باللدخاصة الموجات الفوكوسافتية هذه الأجهزة تستعمل لبحث عن الديفو التسوداج الديفو التي يمكن أن تتكتها في ويجب أن تتكتها في 2018 وكان في 2021-2020 هناك مختصة هذا فيما يخص الاعتماد المخبرين والفرع التجاري الشركة الفرعية الشركة الفرعية كانت هنا بسناطي لمحاها هي شركة أول شركة عندها عند زبائن كثر وخاصة مع صناتراك وخاصة مع صناتراك وخاصة مع صناتراك وهناك الشركة الوحيدة في القطاع البحث العلمي لعندها رأس أعمال جد جد رخم وهي كذلك الشركة الوحيدة التي تعتبر همزة تواصل وحلقة تواصل جسر بين الجامعة والمحيط الصناعي نعم بالضبط هذه الشركة هي جسر بين قطاع البحث وقطاع المحيط الصناعي ومحيط الصناعي عنده طلبات وهذه الطلبات يجب أن يلقى قطاع البحث ونحن نحن 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 وهو كذلك شكرا جزيلا نعود إليكم أستاذ بوديسة ذكرت فيما سبق أن أيام قليلة فصلتنا عن الاتفاقية المبرمة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يعني اتفاقية مهمة اتفاقية واعدة اليوم في الجزائر والجدير بذكر كذلك مشاهدين الكرام أن بنود الاتفاقية تنص على اعتماد مخابر بحث وكما ذكر منذ قليل أستاذ الواجي الاعتماد كذلك على مخابر الامتياز والتكوين الكفاءة الجزائرية في الميدان المهمة التي ستحمل على عتقكم ربما البعد الاقتصادي الذي ستقدمه هذه الاتفاقية على أرض الواقع أستاذ بوديسة نعم شكرا كما قلت في السبق الاعتماد مثل قطعات الجزائر اليوم في عملية التطوير الاقتصاد مطالبة الحركية الاقتصادية التي تعتمد على هيئة تطبيق المتابقة معتمدة بمعايير عالمية إذا كان نحن مشينا القطع الفلاحي والقطع التجاري والصناعي عملية مستمرة دائمة يبقى كان كفاءات كان إمكانية ضخمة موجودة في البحث تتذكرها لوساد سلواجي الكفاءة موجودة هذه الكفاءات موجودة موجودة وهذه المخابر موجودة واستثمارات ضخمة تمت من طرف الدولة في هذا القطع من الضروري أننا نحاول كيف نجد بهذه الإمكانيات وندخلها في شبكة وطنية من المخابر المعتمدة لنقدر نعتمد عليها باش تلبي حاجة تحداتية لنفسها وتحمل مستعلك في حد ذاته وتساهم في عمالية تقييم المتبقعة على مستوى الوطني زيادة على لازم نذكر حالا الاعتماد عنده تلت أهدف الهدف الأول أنك تسمح لصاحب المصنع أن ينتج ثروات أنه ينتج حسب معطيات تقنية معمول بهذه التكنولوجيا ومؤمن ضروري أن يقوم بعمل المراقبة والتحاليل الدورية مستمرة مستمرة الدورية هذه الإمكانيات لازم تكون من بين قطعات خممنا على البحث العلمي التطبيقي لديهم إمكانيات يقدر يساهم في هذا الجانب لدينا أيضا سياسة التصدير الجزائر يوم عندها رغبة أنها تنوع التصدير خارج المحروقات بماذا؟ بإمكانيات التي نجب نسيبها وطنية باش ترافق المصدرين الجزائري بالمنتوش التحول من الخارج من بين إمكانيات الموجودة في البحث العلمي أنا قادرة أنها تساهم كي قطعات الأخرى في هذه العملية تصدير دعنا نسقط عدد تفضل سيدي تالتا لدينا إشكال آخر في الجزائر أنا لم يكن لدينا إمكانيات في السبق نرقب الصادرات تبعنا الواردات شيني نجيبوها من الخارج هذا خطير كان خطير على الاختصال الوطني لأننا مكناش قادرين نقول بالمنتوج هذا صالح أو غير صالح اليوم في الجزائر كان إمكانيات المراقبة وكان في قوانين نرى في سيد التحذير باش نرقب أكتر من استواردوه من الخارج تحد من التبعية الخارجية وهذا أيضا يكون عندهم دور في هذه العملية المراقبة والتحاليل قبل القبول المنتوج يدخل السوق الجزائري تقوم بتحاليل مسبقة في مخبر معتمد وما يمكنش مقدر نقول زابون إذا كان ما عندك شهادة متابقة معطرفة بها الدوليين وهذا والشرط اللي عملنا عليه باش مشينا زيادة على الاعتمال نديره في الجزائر مشينا نحصل على الاعتراف الدولي لأننا وثيقة من الوثيق لتخلينا تكون عندنا أكتر سيادة في المراقبة في الاقتصاد الوطني وهو كذلك نربيت صورة مع أستاذ سلواتشي تجربة كما ذكرت وعدة اليوم في الجزائر لأول مرة نشهد مثل هذه الاتفاقية التي ستكون لا محالة بأهداف مسطرة كما ذكر الأستاذ بوديسا ربما تفاصيل أوفى على غرار ما أعرب عنه على غرار الكفاءة الجزائرية الموجودة اليوم في الجزائر وتشجيحها والاستثمار في الرأس المال البشري أستاذ سلواتشي يعني قبل التكلم على أو الإجابة على سؤالكم أو التكلم على بلود هذه الاتفاقية الجد مهمة يجب تستطير بأن هذه الاتفاقية له أبعدين رئيسيين البعد الأول هو بعد بحثي تطبيقي لذا تم الاختيار على أحسن مراكز البحث والمخابر للامتياز المراكز البحث المعنية بهذا البحث على سبيل المثال للحاصل أستاذ على سبيل لا على سبيل ليس الحاصل حتى على سبيل الجواز ليس مشكلة لحد الساعة يمكن تعميم هذه الاتفاقية على مراكز أخرى ولكن خضينا هذه المراكز البحثية على أساس أنها لديها القابلية اللازمة من أجل مواجهة والقدرة على مواكبة هذه العملية فالمراكز البحثية التي تم اختيارها هي خمس مراكز بحثية فيها مخابر بحث يعني يجب التفرق ما بين مخابر البحث بطالح الكائن البحثي المنشأ كمخبر بحث ومشكل من فرق بحثية ومراكز بحث التي لديها تجهيزة وتوى إمكانيات ووسائل مادية التي نقوم من أجلها من خلال هذه الاتفاقية ب اعتمادها فالمراكز البحثية هذه تلتقي لها حدود مع عدة قطاعات نأخذ على سبيل المثال مركز بحث في التكنولوجيات الصناعية واللي حاضر معنا يعني يعوض من بين الأعضاء لهذا المركز لدينا مركز البحث في التحاليل التقنية والعلمية للمناطق الجافة المتوجد على مستوى لدينا بحث التحاليل الفيزيائية والكيميائية المتوجد على مستوى بسماعيل لدينا كذلك مركز بحث تطوير تكنولوجيات المتقدمة لا ما تكنولوجية المتقدمة تكنولوجيات البديلة يعني التكنولوجيات يعني التقات المتجددة ولدينا مركز بحث تكنولوجيات البيوت Legislative ولدينا مركز بحث التكنولوجيات المتقدمة يعني نرى أن كل هذه المراكز بإمكانها تقديم الكفاءة على مستوى السوق وهو المحور الرئيسي الثاني الذي نراه يعني قلت لكم أن المحور الأساسي الأول هو تفعيل البحث التطبيقي لأن ما نشهده الآن في الجامعة على المستوى الوطني تقريبا نمارس بصفة كلية إلا البحث الأساسي يعني لاروشيرش فوندا موطر ذهب نحو البحث التطبيقي يسمح لنا بتحسين مؤشرات إيجابية أخرى التي ستتكلم عليها فيما بعد الإشكالية الثانية هي إشكالية اقتصادية نعلم كل بأن الصاديرات الجزائرية يعني 95% جي من المحروقات تحدي هو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات خاجر الريع البترولي كيف نستطيع أن نقوم بهذا من خلال تعديل ما يسمى بميزان المدفوعات اللي هو عنده حجر أساس لي هو ميزان تجاري الميزان التجاري مكون من متغياراتي اللي هو الصاديرات والواردات ما لما نتكلم على الصاديرات هل صاديراتنا من المنتجات الفلاحية قابلة لتصدير نشوف ربما أنها سترتطم لحواجز على المستوى الدولي على المستوى التجارة الخارجية فحمايتها بقيام بالاعتماد لهذه يعني عضو أو نقطة من القواعد اللعبة المتواجزة على مستوى التجارة الخارجية ستمكنها من دخول في أسواق عالمية أخرى كذلك من ناحية الواردات يعني هل نحن نعلم ما لدينا في الواردات هل نحن نعلم ما في الواردات التي نستردها من الخارج الاعتماد سيسمح لمن نسترده من حماية المستهلك بدرجة أولى كما ذكرت منذ قليل حماية المستهلك لذا فنرى بأن الاعتماد يعني هي عملية جد مهمة بالنسبة لا سيما للبحث التطبيقي على المستوى الجامعة بسفاعة مبسما على مستوى القطاع وكذلك على المستوى الاقتصادي وهو كذلك شكرا جزيلا أستاذ سلواتشي على هذه المعلومات القيمة واثرية نعود إليكم أستاذ جيلاني نقول البحث والتطوير معادلة مهمة جدا من أبرز نشاطات مركز البحث في تكنولوجيات الصناعية بما أنكم مدير عام للشركة لشركة متخصصة أو مؤسسة فرعية للخدمات تجربة مهمة جدا تقفون عليها كما ذكرت منذ قليل أنكم تعتبرون همزة ووصل قوية بين الجامعة أو البحث العلمي والمحيط الصناعي أو السوسيو اقتصادير نتكلم عن تجربتكم في إسداد الخدمات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ جيلاني شكرا فيما يخص الأرور في إطار في الجزائر بكون شركة تابعة لوزار التعليم العالي والبحث العلمي تابعة لمدية العمل للبحث العلمي تابعة للمركز العمل لدينا تجربة لدينا في هذا الميدان تسمى معرفة كون في الكناليسات والسجارة والسجارة جميع الأشخاص هم تتصوحين في نورات ومقابلات لأن الأساسي الواجد للإنسان هو الحماية للإنسان هذا الإنسان الحماية للإنسان هو 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 الوغل تعلق وحماية للإنسان كيف أشيدي يجي بحماية فيما أكله فيما شربيه وفيما بيته في هذا القواعد كما قال لك السيد الحاضرين كل الاحتماد الاحتماد هو حلقة إجبارية حتمية باش نقولوا المنتوج التعنق سواء كان منتوج مادي ولا كان خدماتي هو مضمون مئة في المئة حبينا نصدروه ولا حبينا نستوردوه التجربات في إطار في إطار حنا بسكنا خدمنا في الإنسكتش في ميدان المحروقات كان عندنا عندنا نحن عندنا نحن 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 نعطلهم نحن نحن نعطلهم الوثيقة لتتأهل لهذا الانتاج 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 وعندما نتحدث عن الاعتماد في مجال التكنولوجيات الصناعية ليس هكذا وفقت مصدد حاجة لا لا لا، لا 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 لا، الاحتماد هو بهذا ما وصلنا له هو لتمكن تحدثت كانت نحطت بس الحق هذا المستوى أو إمكانية بشرية خطر في الاحتمال هناك الكفاءة بحدداتها ليس كفاءة علمية فقط ولكن كفاءة الكفاءة هي كان الصفور وكان الإكسبرينس يعني كفاءة الكمبيتنس هي يجب أن يرى هل هناك الكفاءة هل الريبونت والإكسيجنس دون النوم 17.020 أو 17.025 وهو كذلك شكرا جزيلا أستاذ حاج جيلاني نعود إليكم أستاذ بوديسا دعنا نتكلم بلغة الأرقام والمؤشرات ربما عدد المخابر المعتمدة فعليا في الوقت عندها معايير عالمي نعم نتكلم عن المعايير لما نتكلم على المخابر نحن في الجزائر أخذنا معايير عالمي وسمنا 17.025 هذا معايير معمول به في العالم كله ونحن في هذا الإطار نرى أن نسلم مشاهدة الاعتماد للمخابر في مختلف قطعات كانت في الفلاحة كانت في المترولوجيا كانت في المعادن في كل قطعات اليوم الجزائر والهيئة الجزائر الاعتماد تسلم شهادات اعتماد هذا العدد كافي وهو كذلك لمرافقة سياسة تصدير اليوم في جزائر أستاذ هذا ما أريد طرحة الحوصلة اليوم كافية لهذا هذا لا يكفي لا يكفي بحجم الاقتصاد الجزائري بحجم التطلبات الاقتصاد الوطني وطموحات تعنا ولا يمكن هذا العدد أننا في عملية ما يسمى عملية مستمرة نجد أكبر عدد ممكن من المخابر الجزائرية أنها تدخل في عملية الاعتماد وهذا في هذا الصدد وريد أن أقول أنا في تشريعات جديدة ستصدر في الجزائر حتى تجعل بعض القطاعات إجبارية الاعتماد والباقي يبقى تطوعي والجميل كذلك أستاذ بوديسا أنه من خلال تسريحاتك الإعلامية أعربت في العديد أنكم مستعدون دائما لمستعدون لإعطاء الاعتماد للجامعة للبحث العلمي للمخابر البحثية أستاذ أنا نقول بالليل لازم نأكد أيضا عملية الاعتماد عملية ليس سهلة عملية تقنية محت طلب جهود كبير طلب يعني عملية شفافة غير تنميزية عملية ليس سهلة طلب بالوقت طلب ميكانيات بشرية أذوات وطلب تقييم دائم عملية مستمرة تدخل في عملية الاعتماد عملية لا تتوقف فهي كل سنة ترجع لا متنهية وإنما يبقى أنا من منبر هذا ما دم نقول نأكد أن الجراك مزاد وستعدها أنها تقبل طلبات الاعتماد في القطاعات الأخرى اللي ما زال عندنا عاجل وجميل خطوتكم يعني مع المديرية جميلة اليوم رأينا نتكلمه على القطاع البحث العلمي التطبيقي ذكرها الزميل هذه المراكز هذه هذه المراكز عندها علاقة مع البحث العلمي التطبيقي لحاجيات القطعة وعندها أيضا صادة إيجابي أنها تساهم في طلبات القطعات الأخرى كانت في البيوتكنولوجيا كانت في التكنولوجيا الإلكترونيك يعني قطعات متعددة وضرورية ونقول لك هذه الخمسة كانت دكاء في اختيارها لأنها استراتيجية دكاء ونحن ساعدين أن نقدر نساهم في جد بهذا المخابر وفي انتظار قائم أخرى ومساهمتها في الاقتصاد الوطني لتدخل في شبكة وطنية لأننا رهانات وعندنا التزامات الدولة الجزائرية لأننا مدة زمنية محددة فتح السوق للشراكة الأوروبية يبدأ في أوخر في سبتم 2020 نحن دخلنا في منطقة الحر الاقتصاد الحر مع البندان العربية نحن مضينا اتفاق التجارة الحر بأفريقيا إذن كل هذه التزامات لدتها الدولة الجزائرية الاعتماد هو المصدر هو القاعدة التي يجب تبنى كل هذه السياسات إذن رهان كبير ويسمح أيضا ما يسمى باللغة الفائر لأكريدتا 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 حتى يفهم التجارة الخارجية إذن تجارة الخارجية نعم يجب نحاول كيف في أقرب وقت ممكن نكون أن أكبر عدد ممكن من هيئة التطبيق معتبدة في مختلف قطاعات حتى نلبي الحاجيات الاقتصاد الوطني والتجارة وتحقيق تنفسية في حد ذاتها لأن المنتوج الجزائري يكون عنده أكثر حد ينافس المنتوجات الجزائرية ودائم ما كذلك في السوق في سوق شارسة وقوية يعني ليس هكذا وفقت نعم كلمتين إضافة فقط إضافة في سيد بوتسان المنتوج يجب أن تعطي شهادة توثق لأن المنتوج صالح للإستهلاك أو للإستعمال فيما يخص فيما يخص شركة 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 سياسي اكسبرتيز التي تتبع للمركز تتبع للمركز تتبع للمركز في 2025 مرافقة المؤسسات رفقنا ربع أو خمس مؤسسات من بينها فرتيال تعناب وفرتيال تعرزيو فرافقنا ألفا بايب غردايا ألفا بايب عنابة وأنا نرافق سي بيانز تحصن أطراك في سيداد عندنا الخبرة سوف نرافق مجموعة من المخابر بهدو المعايير تحب في 2017 و25 أو 2017 و20 وهذا بفضل خباراء تابعين للمراكز هناك خباراء وهناك كما نقول بوسائل الإعلام مؤخرا أنه الواجب اليوم إرساء استراتيجية بتوفير بيئة أعمال تسمح لطلب أواء الباحثين يعني هيك بطاقة رمادية أسميتموها برأس مال المخاطر ربما في كلمتين الاستراتيجية دائما كما أعرب الأستاذ بوديسا النالجة العالم الخارجي بهذه الكفاءة أستاذ سلواتشي نحن في قطاع التعليم العلي والبحث العلمي نسعى دائما إلى الذهاب نحو ترقية ما يسمى بالبحث التطبيقي فيما يخص بيئة الأعمال النظامية أو ما يعرف بليكو السيستام هذا رأه بيئة ستسمح من تفعيل هذا وتدسيده لما نتكلم على عملية الاعتماد نحن ننظر إليها كعملية ستساهم برفع ميزة من مزايا التنافسية لهذه المراكز البحثية والمخابر البحثية فالميزة التنافسية هي التي ستسمح بمجابهة ما ذكرها المستاذ بوديسا فيما يخص انتماء الجزائر واندماجها في مناطق تبدو الحر الإقليمية أو الدولية تمكين طلبة الدكتوراه أو تمكين طلبة بصفة عامة فالقطاع يفكر في إنشاء حاضنات على مستوى الجامعات فهناك الإنشاء تم إمضاءها وهذه الحاضينات ستلعب الدور الهام والمحوري ما بين الجامعة والقطاع الاقتصادي كيف ذلك؟ وذلك بدعم كل الكينات البحثية المتواجدة المحيطة بهذه الحاضينات من أجل تدعم وترقية البحث الطبيقي نزيد لك فكرة آخيرة وجد مهمة ربما مسعاكم دايما يبقى قائمة جد مهمة هو لدينا الآن الجامعات خرج في كل سنة عدد كبير من طلبة الدكتوراه القطاع أصبح ما يخدرش ربما في بعض الأحيان يحتوي في هذه السنة العدد من طلبة الدكتوراه فهذه الحاضينات ستسمح لهم بإنشاء ما يسمى بمؤسسات تكلمنا على ما يسمى بالسبينوف الخاصة برواد الأعمال الذين لديهم أفكار بحثية فتصوري لو أن مشروع دكتوراه تطبيقي يتحول إلى مؤسسة وعلى مستوى الوطني يعني ما شاء الله لدينا قدرات على هذا المستوى من ناحية طلبة الدكتوراه لو كل طلبة الدكتوراه يمكن يحول إبداعه مرورا ببراءة اختراع إلى مؤسسة ستكون قيمة موضافة مهمة بالنسبة الاقتصاد الوطني في نقطة الاعتماد دائما مسعاكم دائما يبقى قائم هذا سياسة نتدبناها ونكملوا معها وخاصة بيننا الجيراك شركة وطنية ونتعاملوا مع الشركات الوطنية وهذا شيء جميل بالنسبة لنا وبالنسبة للوطن وهو كذلك شكرا أستاذ سلواتشي في الأخير في كلمتين فقط أستاذ ربما البعد الاستراتيجي اليوم للاعتماد كما سلف الأستاذة الكرام دخولنا منطقة التبادل الحر وتجارة العالمية أو التجارة العالمية ربما الواجب يقودنا إلى ماذا أستاذ أو يفقد علينا ماذا أستاذ بودسان أصبحت حتمية ضرورية لا يمكن نبني اقتصاد وطني لا يمكن أن يكون لدينا منتوج تنفسي لا يمكن أن ندخل في مجالات التجارة الدولية أو الجهوية إذا كان معناش هرم جودة متابق لمعايير عالمية ومعترف به من طرف الجراك على أساس الاعتماد هذا رهان لزم الدولة الجزائرية أخذت على عددها الجانب هذا وإنما العمل مازال قائم العجز مازال في بعض القطاعات على الجراك أنها تلبي حاجيات القطاعات الأخرى التي فيها عجز اليوم رنا في قطاع البحث العلمي التطبيقي حددنا بعض القطاعات تخصصات ضرورية وستراتيجية ما زال في ميادين أخرى كل يوم الجراك عندها طالبات في مختلف حتى نعطيك مثال للشركة العينة التي تكذبت عليها نموذج نموذج اليوم سونتراك وقطاع المحروقات في الجزائر دفتر الأبا من بين الشروط يكون حاصة لشاهد الهتمد الجراك بشيقدرين دخل في منافسة السوق هذا مكسب وطني لازم نتكلموا عليه ونقول بالليش شوف كيف يتغير السوق الجزائري شوف هذه التقافة الجودة اللي بدأت تتعمل في الجزائر وهذا هو المكسب هل هناك وعي؟ دعم هناك وعي رحنا ندير أيام تحسيسية رحنا نمش القطاعات غرف تجارية شركة وطنية نمش وحنا ما دابين ندق نبحت العلمي تطبيق رحنا نشوف وينما عنا رهبة أخرى أنا نحسس مسؤولين تبحت العلمي وتكون مهني أن تكون فيه مواد تدرس في الجامعة وهو كذلك تتعلق بالجودة والاعتماد لما المهندس اللي يرى ويتكون اليوم يخرج للسوق تكون عنده فكرة في الاعتماد ويصبح عنده تطافة الجودة قبل ما يبدأ يمارس في الميدان تطبيقه يومي هذه التطافة التي تتعمل في الجزائر هناك تخصصات في الجودة في النوعية وسد هناك مقاييس هناك تخصصات خاصة على مستوى المدارس نجد أن مقياس مثلا إدارة الجودة شاملة تكيام يدرس على مستوى المؤسسة التعليم العالي ولكن كما قال التعميم أحسن والتحسيس لأن هذا المعايير متغيرة مع تغير الواقع الاجتماعي والاقتصادي وهو كذلك شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على هذا الإثر نتمنى كذلك أن نلقاكم في فرص أخرى بمشيئة الخالق إذن أنتم مشاهدين الكرام كنتم مع موضوع أثر ضيوف النقاش فيه معادلة مهمة جدا جمعت بين مكانة ودورها رمى الجودة في الجزائر وهمية تطبيق معايير الجودة في البحث العلمي بما فيها البحث التطبيقي لأقول كلمتي أنا كذلك في الأخير أن محاربي الأمس كسبوا معركة التحرير ويعول اليوم على العلميين والجمعيين لكسب أو في تحمل مسؤولية كسب معارك التطوير التكنولوجي والابتكار هذا دائما لضمان تنمية مستدامة للأجيال القادمة إذن مشاهدنا الكرام على كل هذه المؤشرة التي أعرب ضيوفي عنها في هذه الصبيحة ألتقي وإياكم أو أختم عددي لهذا الأسبوع على أمل أن ألتقي وإياكم في أعداد قادمة جمعة مباركة تحية تحية الفريق العامل معي هذه الصبيحة في أمان الله دمتم وإلى لقاء موسيقى